بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر سيكس بارت فور تو وي وفل سلاب هي المقصود بالوافل سلاب عندي هنا ان البلاطات الديت بيبقى التسليح بتاعها عبارة عن مجموعة من الاعصاب في التو ديريكشنز يعني بمعنى ان المومنت عندي هيبقى في التو ديريكشن سواء كان الشورت ديريكشن او اللونج ديريكشن يعني هيبقى فيه اعصاب الاعصاب ديت موجودة في الاتجاهين طب ليه بنستخدم الكلام دوت اكيد فيه سبب معين بدل ما كنت بستخدم الربس في الشورت ديريكشن لا انا هيبقى عندي الربس في الاتجاهين سواء كان الاتجاه الشورت او الاتجاه اللونج ايه هي المميزات اللي بتخلينا استخدم التو وي اول حاجة عندي longer spans with heavy loads يعني لما يبقى ال loads اللي عندي اللي هي الحملة اللي موجودة على السقف سواء كان ال dead load والlife load ال dead load والlife load القيمة بتاعتهم عالية مع وجود longer spans وده طبعا شيء متوقع واحنا شغالين في حالة اللي في لات سلابز بتبقى المسافة عندي بين الكولام والتاني بتبقى المسافة دي كبيرة حاجة تانية reduced dead load due to the voids ما زال عندي فيه voids موجودة ال voids اللي هي موجودة بين الاعصاب وبالتالي total dead load القيمة بتاعته بتقل وطبعا كل ما اللود عندي حيقل ده حيترتب عليه قيمة المومنت بتقل ده يترتب عليه حديد التسليح المطلوب القيمة بتاعته بتقل نفس الكلام في الالكتريكال والميكانيكال سواء التجهيزات الكهربية او الميكانيكية ممكن استغلال الفويتس ونحط فيها الالكتريكال والميكانيكال انسترومنت good vibration resistance بتبقى فيه مقاومة عالية للvibrations يعني انا لو عندي مكان او معمل موجود في كلية في vibration الvibrations دوت المقاومة بتاعته بتبقى عالية لو انا استخدمت two way joist floor system attractive ceiling هنا بتبقى فيه ميزة جمالية لما يبقى عندي الاعصاب في الاتجاهين بيبقى الشكل ده شكل جمالي typical applications هنا بنستخدمه امتى في حالة long spans يبقى لما نستخدم two way joist floor system نستخدمه امتى في حالة long spans with heavy loading for 3 و 4 و 5 ميديولت اللي اسبانزة عندي بتتراوح من 40 الى 50 fields طيب ده شكل هنا في ال space لمجموعة اللي frames اللي موجودة عندي ده space frame في ال three dimension هنا في ال two dimension هنا فيه loads عندك واضحة سواء كانت ال gravity loads وهنا ال lateral load هنا ال load موجودة في ال 3 directions ترجمة نانسي قنقر